لقد تعددت تعريفات التعبير الشفهي ولعل من أهم هذه التعريفات التعريف الذي أمامك الآن أريد أن تقرأ معي هذا التعريف الذي يشير إلى أن التعبير الشفهي هو الكلام المنطوق الذي يعبر به المتكلم عما في نفسه وما يقول بخاطره من مشاعر وأحاسيس هذا التعريف يكشف لك أولا أن التعبير الشفهي هو كلام منطوق ثانيا أن الغرض من التعبير الشفهي أن يعبر المتكلم عما في نفسه وما يقول بخاطره ثالثا أن محتوى التعبير الشفهي يشمل من بين ما يشمل المشاعر والأحاسيس هل يمكنك أن تعلق على هذا التعريف؟ لعله يتضح لك أن التعبير الشفهي يتضمن قدرة المتحدث على استخدام الأصوات اللغوية ولكن لماذا هذا الاستخدام؟ من أجل عملية نقل للأفكار والمشاعر من أجل تحقيق مختلف أغراض الاتصال معنى ذلك أن التعبير الشفهي يتضمن القدرة على التفكير والقدرة على استخدام أصوات اللغة والقدرة على استخدام الإشارات المختلفة الوجهية والجسمية في توضيح المعنى إذن في موقف الكلام فإن استخدام اللغة هو مزيج من عدة عناصر تشمل التفكير بما يتضمنه من عمليات عقلية واللغة بما تتضمنه من صياغة للأفكار وتعبير عن المشاعر والصوت وهو الأداة التي تحمل الكلمات والأفكار والتعبير الملمحي وهو الوسيلة الأساسية التي تعطي الصدق للكلام الذي يقال بتأمل التعريفات السابقة نكتشف أن موقف التعبير الشفهي يركز على المضمون يركز على أهمية استخدام الأصوات اللغوية يركز على كيفية توظيف التعبيرات الملمحية وأن كل جانب من هذه الجوانب له دوره في تسهيل عملية الاتصال مع المستمعين وأن جودة المضمون والدقة في نقله لا تقل في أهميتها ولا تزيد عن جودة اللغة والدقة في استخدامها عن جودة تعبيرات الوجه وحركات الجسم والدقة في استخدامها يمكنك أن تستخلص من كل هذا الكلام أن التعبير الشفهي فن ذو طبيعة معقدة لأنه يشتمل على جوانب متعددة مترابطة متفاعلة مع بعضها البعض الآخر ترجمة نانسي قنقر